الحقيقة المال العام جريمته أكبر من جريمة المال الخاص بمعنى لما واحد يسرأ واحد إذن فهو قد تجاوز في حق فرد أما إذا سرق 105 مليون إذن فهؤلاء جميعا يوم القيامة سيأخذون حقهم منه حتى وإن كان كما قال عليه الصلاة والسلام من كتمن مخيطا حتى وإن كان إبرا صغير يعني لو واحد خد إبرة من المال العام فإذن فخصيمه يوم القيامة من الشخص هي دولة والدولة تعني كل أفرادها فكل من تضرر من ذلك فلا شك أنه سيجده يوم القيامة على رأسه أين ذلك أين هذا الأمر وفي الحديث الصحيح كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين فيرفع لكل غادر لواء فكل واحد غدر وخاصة في مسألة الغدر العامة فيرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان وصدق النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتمن مخيطا جيء به يوم القيامة وقرأ ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة